أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام معسب الناس أن يتركوا أن يقونوا آمناؤهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاتبين أم هذبا الذين يعملون السيئات أن يسبقون صاء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لك ووسم العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسهم إن الله لخنين عن العالمين والذين آمنوا وعملوا ساريات لنكفرنا نمصياتهم ولنسينا أصر الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه سنا وإن جاهدك لتزرك به ما ليس لك به علم فلا تتخما إلي مرجوكم فنبيكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا ساريات لندخلنهم في الساريين ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فنة الناس كافة بالله ولئن جاء النصر ربي فيقولنا إنا كنا أما كوموا أوليس الله بأحدهم بما في سدور العالمين وليعلمنا الله الذين آمنوا وليعلمنا المنافقين وقال الذين كوروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولا من خطائكم وما هم بهاملين من خطائهم من شيء إنهم لكاثرون وليحملنا اسقالهم ويسطادم مع اسقالهم وليسألنا يوم القيامة أما كانوا يفترون ولغدرسلنا نوهاء إلى قومه فلبد فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما فأعطوا من الطبان وهم ظالمون فانجيناه وأسحى الصفينة وجعلناها آية إلى عالمين وإبراهيم إذ قال لقوم بذل الله واتقوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله صحنا وتعلقون إذ كا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتعوا إن الله رزق وعبدوه واسكروا له وإن تكسبوا فقد كسب الأمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين ولم يروا كيف يبده الله والخلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل شيروا في الأرض فانصروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينسوا نساة الآخرة إن الله ألا كل شيء قدير يا دون يصاء وياهم يصاء وإليه تقلبون وما أنتم بمهجسين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وليمه ولا نسير والذين كفروا بآيات الله ولقائي أولئك ييسون رحمتي أولئك لهم أذب عليم فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجئوا له من المير إن في ذلك لآيات لقوم يمنون وقال إنما الترسل من دون الله أوصانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يرى قياما يفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأويكم النار وما لكم من دون الله من وليم وما لكم من دون الله من وليم ولا نسير وما لكم من ناسرين فآمل له لوتن وقال إني مراجل للربي إنه هو ولا سيث الأكيم ورهبنا له إسهاق ويرقوب وجعلنا في ذريته النبوعة والكتابة وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن السالحين ولوتن قال لقومي إنكم لتاتون الفائشة ما سبقكم بها من ناد وقالنين أنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادكم منكرا فما كان جاء قومه إلا قائلتنا أبيعظ بالله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء رسولنا إبراهيم أبو البسري قالوا إنا ملك أليه سي القيد إنا على كانوا ظالمين قال إن فيها ألوتن قالوا نعواله ظالم فيها لن نجي أنه وأهله إلا مراته كان من الحابرين ولما جاءت رسولنا أهل ألوتا شعب وداقب صرا وقالوا لا تعف ولا تاتن إنا منجوك وأهلك إلا مراتك كان من الحابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رسى من الصراعي بما كانوا يفسقون ولا أترنا من آية بينة لقوم يقين وإلى مدينة خاص وعباء فقال يا قوم أولو الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تغضوا في الأرض المصرين فكذبوا فأذتهم رجفت فأذبوا في ديرهم جسمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وسيّن لهم الصيطان وعمادهم فسدهم من السبيل وكانوا مستبشرين وقالونا وفرعونا وهامانا ولقد جاءهم مصر للبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا الصابقين فكلنا عزنا بذنبيه ومنما حصنا أليها سبا ومنما لا خذر السيئة ومنما خذرنا أبيه النعدة ومنما لا لقنا وما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مازالوا الذين اتعاذوا من دون الله أولياء كما ذل الأنكبوت اتعاذ البيتا وإن أهن البيوت لأبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدون من دونه من شيء وولا سيد الأكيم وتلك لم صال نظره للناس وما يقولها إلا العالمون حلق الله السماوات والله بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين ما أوهي إليك من الكتاب ويقم السلاة إن الصلاة تنهي عن الفصاع والمنكر ولذير الله أكبر والله لهما تسنعون صدق الله مولانا العظيم فبلغ رسوله الكريم ونهن على ما قال ربنا وخالقنا وراجقنا ومولانا من الساهدين